شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية لإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السيرنجات ذاتية التدمير والمستلزمات الطبية وتمت الاتفاقية بين كل من الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات باكسيرا وشركة سكوبا الإماراتية للاستثمار وشركة أكسيد الصناعية وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيرنجات ذاتية التدمير بشركة باكسيرا بمجمع الشركة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 6400 متر مربع بقدرة تصنيعية تتراوح من 150 إلى 240 مليون وحدة سنوية وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10 ملايين دولار